موسيقى هذا اللقاء اليوم درناه باش نقدمه واحد دراسة نتائج ديال واحد دراسة اللي قامت بها الجمعية في نطاق الفصل 49 من المدونة وهذا الدراسة قمنا بها هي دراسة ميدانية قمنا بها في منطقة ديال سوس ميسا اللي جعلنا نديروا هاد الدراسة هدي حيث بزاف ديال النساء في وضع يتطلق كي يجئوا للجمعية وكي يجئوا للجمعية وكي يكونوا أنه داروا هاد المطالبة باقتساب ممتلكة ولكن ما كي حصلوا على تشي حاجة وهنا بغينا نعرفوا فعلى فين كي الخلل يعني هاد الدراسة باش نعرفوا هاد الخلل أولا الخلل كين أنه هاد الفصل 49 ما كيتطبق تانيا وصلنا أن هاد الفصل 49 اللي كي هدر على أقتساب ممتلكة وهو يعني منين جاء هاد الفصل هاد جاء من واحد القانون العرفي الأمازيغي اللي اسميته تمزلت وكان هاد العرف هاد كيتطبق عند في المناطق خاصة في المناطق الجنوبية ولكن من لي ولا هاد الفصل مصطر في المدونة الناس ولو كي خافوا مولوش كي عملوا به ذوك القينا هاد شي في الدراسة القينا أيضا الدراسة أنه كين خالل حتى في القضاء يعني القضاء ما كي ياخدش بعالي اعتبار هاد الوضعية ديال هاجاشة اللي كتكون فيها المرأة في وضعية الطالق وكي يطالب هاد المرأة هاد يملكت طالب اقتصاب ممتلكات زوجية اللي تساهمت فيها حيث الكدة تساعد سينين ديال الزوج كلها وساهمت في تنمية هذيك التروة كي يطلبها اليوم القضاء باش توفر ليه للوطائق الإتبات علاش الوطائق حنا دائما المرأة هي اللي خصت في العنف خصت تبات الوطائق الإتبات عاوتاني في هاد الاقتصاب ممتلكات خصتها تجيب الإتبات علاش ما كان طالبوش الطرف الآخر هو اللي يتبات وصلنا ايدا ان هاد الفصل السعوده وربعين المحتوى دياله يعني بحل يلا كان واحد تعطالي واحد المفهم خاطئ انه عندك اللي كنتي كالطالبي به دونك رابح اللي كنتي بغتي تأخذي كل شي داك شي اللي عند الراجل وتجوجتي يعني تزوجتي باش تأخذي المتاروة ديال الراجل يعني تروجت واحد الافكار خاطئة عنا هاد الفصل السعوده وربعين وصلنا ايدا ان هاد الفصل السعوده وربعين اقتصاب ممتلكات ان هوم النساء ما يعني ما في خبار هومش يعني ما كينش واحد توعية بهذا الفصل السعوده وربعين النساء ما كيعرفوش قاعش نو كين ما كيطالب كين النساء اللي ما كيطالبوش به هم اللي كيطالبو به كي تعطان الحق للرجل وليو باش كي تعطى للنساء دونك هاد الخلل كله خرجنا به فهاد المدوانه كين بزاف ديالتفاصيل اللي ممكن نقفع لها في خلال المواكبة ديالنا لهاد الدراسة هادي ودبا اجبنا هاد اليوم هاد الدراسة اولا في اطار واحد المراجعة دين مدوانة الاسرة انه قاع الفصول اللي فيها خلل اللي كتمس بالمساواة بين النساء ولي كتمس بالحقوق الانسانية للمرأة خاصنا نبرزها باش تكون فيها نقاش عمومي وباش يمكن انه ندخلوه بتعديلات اللي ممكن توصل الواحد مدوانة يعني الشعر ديالها والمساواة الفعلية بين النساء والرجال ما تنساش تابونة فلاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة